السلام عليكم مرحبا بكم مع مريم في قناة لغوسة دو مريم كنت منكم تكونوا على الف خير اليوم اول فيديو اللي غنهضر فيه بالعربية كنتو كتار يعني شديت بزاف ديال الطلبات اللي كتطلبوني نحط لكم الوصفات ديالي بالعربية يعني قررت انني نبدأ نحط الفيديو ديالي بالفرنسي وبالعربية باش الجميع ان شاء الله غدي يستافد معانا كنتطلب منكم تقبلوا لي على الاربية ديالي وخدكن بعد مرات شوية نقصة واليوم غدي نبدأ الوصفة ديال الجينواز اللي قفت لي من قبل حطيتها بالفرنسي يعني هنا غدي نعاودها لكم باش تكون واضحة غدي نخلي لكم المقادير كلها مكتوبة في صندوق الوصف ألوخ كان نبدأ وكنشعله الفران هو اللول يعني باش تجيك الجينواز زوينة خاص الفران يكون سخون مزيان غدي تديروه على درجة 180 شعلوا الفوق والتحت هنا غدي ندير جينواز كبيرة يعني أنا غدي نخلي لكم مقادير مكتوبة في صندوق الوصف إلا بغيتوا تديرو شي وحدة تكون صغيرة عندي هنا يا تمن يد البيضات وكنزيد عليهم 240 جرام ديال السكرسانيدا وغدي نضرب هاد الخالط على وحد المدة ديال العشرات دقيق وديرو الفيتس ماكسيمال يعني تعطيو الجهد الروبو ديالكم العجانة ديالكم باش يتضرب مزيان يعني هدا هو السير الاول إلا بغيت تنجح معاك لجينواز خاصك تحصلي على واحد الرغوة بيضة كتجيخ فيه فبح الواحد لك خيم يعني هدا هي النقطة الاولى إلا بغيت تجيك لحلوة ديالك لجينواز ديالك زوينة و تنفخ ليك في الطياب ملي غالي تفوتي هاد عشرة دقيق غالي تزيدي النكهة اختيارية انا غالي ندير هنيا النكهة ديال الفاني ولا بغيت تخليه طبيعي كتخليه طبيعي وما تديري تشي حاجة ولا تقدري تاني تديري لابودغ ديال الكاكاو وليكن خاسها تزاد فلاجينواز مع الدقيق وخاسها تغرب المزيان غالي نخلي لكم المقادير كي قلت لكم في صندوق الوصف هنيا عندي ميتين وربعين جرام ديال الدقيق كي قتشوفو غادي نغرب له وغادي نخلط الخالط كامل عيب ايدي يعني ما غاديش نستعمل ضرب باش الدقيق غادي ندخلوه بشوية يعني خاسك تديرو فغيما هاد الجاست هادا اللي كندير تطلعو العجينة ديالكم تطلعو هاداك الخالط ديال البيض والسكر عيب شوية حتي لا حركتوه بالجهد غادي تهرسو هاداك البيض وغادي لجنواز ديالكم تجي طايحة ما غاديش تنفخ وغادي تجي شوية شدة راسها ما غاديش تجي كي قلوه مفشفشا يعني غادي تستمرو تبقو تخلطو شوية بشوية غادي تاخد ليكم واحد شوية دلوقت ولكن ما كنبغيو نتيجة تكون زوينة كنعطيو الخاطر وكنعطيو الوقت لحاجة اللي كنصيبوها وان شاء الله غادي تطلع معاكم اللي جنواز وغادي جي الناجحة مية في المية ملي غادي نكملو غادي نشوفو باللي هاداك الخالط كلو نساجم مع بعضيتو وما بقاش الدقيق كيدور لي نتمف الخالط ديالنا ولا جي ناجات زوينة يعني كنحصلو على واحد العجينة اللي كتبقى شوية شادة راسها ما كتجيش جارية وسائلة كي غادي نوريها ليكم كتجي شوية تقيلة وكنحسو بيها اللي كنخلطوها بالليد كنحسو بيها بحالة كتفشفش هادي هي النتيجة اللي كنوصلو لها كتشوفو باللي العجينة مشي جارية يعني كتبقى شادة شوية راسها دبارا نعارفة باللي رغادي تطلع ليا زوينة انا عندي هنايا مول ديال عشرين سنتيم ديال ديامتر ودرت فيه الورق الطبخ باش نكون اكدب اللي الجنواز ديالي غاليت تحيد بسهولة كتشوفو كنعمرو كنضربو واحد جوش لتضربات على السطح العامل وكنخشيف الفران على مدة ساعة على حسب الفران ديالكم يعني ما تحلوش لباب ديالفران قبل خمسة وربعين دقيقة هنا يا راني خرجتها باش نوريها لكم نوعا ما نخليوها تتبرد مزيان عادة باش تحيدوها من المول انا حيتها وهي بقى سخونة باش نصور لكم ونوري لكم محد كانت عاد عندي الفرصة يعني هنا يا كتشوفو باللي طلعات لجنواز زوينا وجات مقاد دم جناب ما غاديش تعقب تجمع راسها حيث بزاف يقولولي يا كتعقب لجنواز ديالهم متتبرد كتجمع راسها وكتتكمش يعني اعطيتوها الجهد بزاف في الفران تولي وتنقصو عليها وتخليوها مدة طويلة هاي دا بلاجنواز ديالي شوفوك كتجي الرطبة وكتجي يعني فغيمن اسفنجية ويلدرتوها في الحلوة وفزكتوها بواحد السيغو كتجي رائعة في المكلة كان نصحكم انكم تجربو هاد الوصفة ما غاديش ندمو عليها وكانتمنى انني نكون جاوبت على قا الأجوبة الناس لي ما كتنجحش معهم لاجنواز هنا شتور يعني خليتها تبردت مزيان عادة باش قطعتها يعني ما تقطعوهاش وهي باقة سخونة كتشوفو باللي جات مقادة ورطبة وزوينة بزاف بزاف كانتمنى ان هاد الفيديو تكون عجباتكم وانكم تكونوا تفهمتوني مزيان سمحوا لي يا لادوك الكلمات اللي كان نعقب نحصل فيهم ولكن غادي نحاول ان شاء الله مع الوقت النقا غادي نتحسن ان شاء الله شوية بشوية كانتمنىكم انكم يعجبكم الحال واني اعجبتكم الفيديو ما تنساوش انكم دلوا لي لايك وشاركوها مع احبابكم ومع صحابكم باش تزيدوا تشجعوني انني نحطولكم الوصفات ديالي بالعربية ما تنساوش تابونو لاشان ديالي الى كنتو جداد وغنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله باي باي